المسائية من الميادين وفي عنوين ملفاتها نتانياه سارة السعودية والتقى بن سلمان بحضور بومبيو ماذا يحضر التحالف الإقليمي الإسرائيلي لترامبي لصفقة التطبيع الكبرى أم للحرب أرامكو في جدة تحت نار الصواريخ اليمنية بعيد تحرير معسكر ماسل استراتيجي في مأرب صنع تواصل قلب الموازين وفرض المعادلات السعودية بين استقبالها نتانياه وتلقيها صاروخ قدس اثنين في العمق أي رسائل مترابطة في الدلالات والتوقيت مساء الخير سريعا حدثت التوقعات المرتبطة باكتمال قوس التحالف الإقليمي الإسرائيلي برعاية ترامب ضد محور المقاومة نتانياه زار السعودية واجتمع بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي ماك مومبيو في مدينة نيوم هل في ذلك تحضير لصفقة التطبيع الكبرى أم لما هو أبعد والهدف قد يكون وضع اللمسات الأخيرة لحرب في آخر ولاية ترامب ولسيما مع فقدان السعودية الموازين العسكرية في حربها على اليمن فبعيد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على معسكر ماستراتيجي في مأرب ها هي شركة أرامك السعودية في جدة تحت نيران صنعاء قدس اثنان هو الصاروخ الذي وصل إلى العمق السعودي على وقع زيارة نتانياه أيضا فأي دلالات ورسائل مترابطة بين الحدثين وماذا أرادت صنعاء القول في إطلاق هذا الصاروخ بالتحديد هل رسالتها تتعدى ساحات الحرب مع التحالف السعودي إلى تل أبيب حليفته المعلنة اليوم بعدما كانت في السر هذه العنوين في مسائية الليلة نطرحها على ضيفينا من العاصمة السورية دمشق نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد مساء الخير سيادة اللواء وكذلك نرحب بسيد محمد بركة رئيس تجنة المتابعة للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل من شفا عمر في فلسطين المحتلة مساء الخير دكتور محمد أهلا بكما ضيفينا الكريمين ولكن قبل أن نبدأ النقاش في المسائية نتوقف مع تقريرنا الأول فزيارة بن يمين نتنياهو إلى السعودية تحل في لحظة دقيقة جدا في المنطقة من إيران إلى اليمن ولبنان فكل محور المقاومة لا يمكن فصل تلك الزيارة عن كل النقاط الساخنة من قطار التطبيع إلى تقهقر التحالف السعودي في اليمن وصولا إلى صمود إيران والمقاومة في لبنان سواء بتصميم متعمد أو بسوء تقدير داخل المطبخ الإسرائيلي تسرب الخبر نتنياهو في ضيافة ولي العهد السعودي بحسب الإسرائيليين لعلها ليست الزيارة الأولى وهذا يدفع إلى سؤال بديهي حول التوقيت لماذا الإعلان هذه المرة عن هذه الزيارة؟ لا شك أنه في الرعاية الأمريكية المباشرة الجزء الأكبر من الإجابة فالجولات المكوكية لديبلوماسي إدارة دونالد ترامب الراحلة تحاول سباق الزمن لكي تزرع في الربع الساعة الترامبي الأخير ما يشبه الثوابت المعوقة التي لا يمكن للرئيس المنتخب جو بايدن تغييرها بسهولة وما قطار التطبيع إلا رأس هذه الثوابت فهل الاجتماع الثلاثي السعودي الإسرائيلي الأمريكي في المملكة هو توطئة لصفقة التطبيع الكبرى أم لحرب محتملة؟ من دون شك إن توقيت التسريب عنوانه إيراني يمني بامتياز فإيران وبالرغم من كل العقوبات والحصار المستمر أمريكيا ضدها لم تخضع واليمن يواصل قلب الموازين ولسيما بعد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على معسكر ماس الإستراتيجي في مأرب وها هي أرامكو تحت نار الصواريخ اليمنية مجددا وبرسالة القدس 2 أي أن ساحة الحرب الجغرافية تتجاوز اليمن لتشمل كل حلفاء السعودية في المنطقة فالتدخل الإسرائيلي ليس بجديد في اليمن في ظل المعلومات التي تحدثت عن زيارات متكررة لوفود عسكرية واستخباراتية إسرائيلية إلى اليمن خلال الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى تكشف بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية في جزيرة سقطرة للسيطرة على ممر مائي دولي بما يخدم محاصرة إيران وعليه فإن اليمن في موقع قوة وهذا ما يعد مؤشرا إلى الهدف الأول لزيارة نتنياهو ومدير استخباراته أي وقف انهيار القوات السعودية وحلفائها في اليمن ولكن هل تنجح إسرائيل حيث فشلت أمريكا التي تبقي على ضوئها الأخضر لسنوات لحرب اليمن هي إسرائيل نفسها التي توقفها مقاومة لبنان على إجر نص وتعجز درعها الحديدية عن التصدي لصاروخ الجهاد الإسلامي الذي قيل إنه عن طريق الخطأ أجدد الترحيب بضيفين وأبدأ الحوار معك سيد باركة الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية عن هذا اللقاء الثلاثي بين بن سلمان نتانياهو وفومفي وبحضور رئيس المساد الإسرائيلي كوهين شكل يمكن ليس فقط السابقة بالحدث الذي صار ولكن بتفاصيل هذا اللقاء هو السابقة يمكن القول هنا نتحدث عن خطوات أو مرحلة جديدة نوعية أخرى تتخذها الرياض ولكن إذا أردنا بالداخل الإسرائيلي فهم لماذا تم تسريب هذا الخبر من قبل أحد أركان مكتب وزير نتانياهو أو أحد وزرائه وما نفهم يمكن الخطورة الأبعاد الحقيقية لهذه الزيارة هي أكثر يمكن من ترسيخ هذا التطبيع القائم بين المملكة والإسرائيل بشكل علني أولا دعونا ننظر أين نشر هذا التسريب واضح أن أحد المقربين جدا من نتانياهو هو الذي سرب لكن المنصة التي جرت تسريب من خلالها هي جريدة إسرائيل هايوم وهي جريدة نتانياهو شخصيا هذه الجريدة أقيمت عام 2007 بتمويل من الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون إدلسون من أجل أن يساعد صديقه نتانياهو في مواجهة الإعلام الإسرائيلي الذي دعا نتانياهو أنه يتخذ منه موقفا سلبيا يعني المنصة التي جرى الإعلان فيها عن هذا اللقاء هي منصة نتانياهو بالضبط بالكامل عوضا عن ذلك التفصيل الذي جرى به النشر لم يجد الحديث عن إشاعة إنما قالوا أنه جرى إلغاء جلسة المجلس الوزاري لشؤون الكورونا بدون تبرير ثم قالوا في أي ساعة انطلقت الطائرة من مطار بن جوريون وفي أي ساعة حطب ومتى عادة كل هذا التفصيل هو يأتي بدون شك من مكتب نتانياهو رغم أنه أعلن اليوم بأنه لا أساس لهذه الإشاعة طبعا هذا الكلام مع غمزة بطرف العين حقيقة لكن لا شك أن نتانياهو يقصد في ذلك ترتيب أوراقه الإقليمية بشكل أعمق بعد تطبيع أو بعد إقامة العلاقات الإماراتية والبحرينية والسودانية مع إسرائيل وفي ظل غياب ترامب المرتقب فله مصلحة في تثبيت هذا الأمر يعني هم ادعوا أن النشر جرى بموافقة محمد بن سلمان لكن حتى لو لم يكن هذا الأمر صحيحا هذه مصلحة نتانياهو بالأساس إضافة إلى ذلك هذا جاء متزامنا مع الإعلان عن إقامة لجنة التحقيق في موضوع شراء غواصات من ألمانيا اللي على ما يبدو أن نتانياهو متورد فيها بشكل من أشكال الفساد وهو يريد أن يزيح عنه هذا الاهتمام أو التركيز على هذا الموضوع هناك مصلحة واضحة لنتانياهو بهذا المشر لكن هذه العلاقات حقيقة لم تبدأ اليوم ولم تبدأ أمس وسبقها أيضا اتحت المجال لطائرة نتانياهو بأن تطير فوق الأراضي السعودية ولطائرات العالمة تطير فوق الأراضي السعودية لذلك الأمر يعني كل مساعي الإنكار والتستر والاختباء وراء تسريبات وما إلى ذلك هذا كلام يعني ما بمشي لأنه حقيقة هذا الأمر موجود ومحمد سلمان ربط مصيره دون حرج ودون حياء اللي كان موجود عند بعض أسلافه في سدة الحكم في العائلة المالكة في السعودية اللي كان عنده بعض الحرج العربي اللي كان عنده بعض الحرج تجاه القضية الفلسطينية هذا الشخص على ما يظهر ربط حياته بأمريكا وبالجلاح الأكثر يمينية في الملات المتحدة الأمريكية متمثلا بترامب وهذا يقودنا أيضا لأنك أشرت إلى المنصة الأساسية ونحن نتحدث عن إسرائيل لهيوم تقول أيضا عن مصدر على صلة بالمسؤولين السعوديين أنه بن سلمان وافق على نشر نبأ الاجتماع مع نتنياهو لرصد ردود الفعل وهنا سيادة اللواء هل توافق بمقاربة التي طرحها سيد محمد بركة أنه في رسائل معينة أراد نتنياهو من خلال هذا التسريب تحديدا وبموافقة يمكن ضمنية من السعودية أو محمد بن سلمان علما أن وزير الخارجية نفى بشكل قاطع حصول هذا اللقاء ماذا يمكن أن نستسيقنا هذه المقدمات السعودية إلى أي نتائج تأخذنا لاحقا ومستقبليا باستراتيجية ورؤية محمد بن سلمان تحديدا في العلاقة مع إسرائيل أولا تحية للشعب اليمني الشقيق وتحية للرفيق محمد بركة لكن أنا أعتقد أنه ليس هناك مفاجأة صحيح هذا خبر مهم وله معنى وله قيمة ولكن ليس هناك مفاجأة لأن كل ما جرى بالفترة السابقة من تطبيع هو برعاية سعودية على الصعيد العربي وبتعليمات أمريكية بشكل واضح وأنا أقول تعليمات وليس نتيجة حوار أو نقاش أو ما شبه ذلك لأنه لا يمكن أن يفهم أحد مننا أن تقدم البحرين أو الإمارات أو حتى السودان على تطبيع مع العدو بدون تشجيع وإلحاح ومطالبة ومتابعة من النظام السعودي إذن ما جرى هو تحصيل حاصل وهو مؤكد بنسبة مئة بالمئة أن ما نشر صحيح والأيام القادمة ستظهر لنا الحقائق كما هي بدون أي ملابسات أو بدون أي محاولات إخفاء لا يصدق هذا النافس السعودي ولا تصدقه شخصيا يعني ولماذا؟ لماذا يتم تصديق أكثر وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ لا لا مش وسائل الإعلام الإسرائيلية أنا أصدق الحقيقة التحليل القائم على المعلومات وخاصة أن وزير الخارجية السعودي قبل فترة قصيرة قبل عدة أيام بارك التطبيع وشجع التطبيع وعبر عن ذلك بشكل واضح وقال نحن على علاقة بشكل أو بآخر مع إسرائيل منذ فترة طويلة مضت وكما قلت المعطيات المتوفرة لدينا ولدى عامة الناس يعني أن السعودية تلعب دورا باستكمال عملية التطبيع تنفيذا لإدارة ترامب وأيضا لا أحد يستطيع أن يخفي من خلال العلاقات ما بين الإمارات والبحرين ما الذي جرى بتشجيع سعودي وأيضا كان هناك وعود سعودية أن سيكون هناك مفاجأة وسيكون هناك هدية تقدم الحقيقة للرئيس الجديد أو في الفترة القريبة القادمة ربما يؤجل هذا الموضوع لبين ما يجيء يعني بايدن لكن أنا في كل الحالات أقول أن ترامب لا يريد التأجيل ترامب يريد بهذه اللحظة بهذه الفترة أن يستكمل ما يمكن أن يسمى بالهدايا التي تقدم للكيان الصهيوني ومنها استكمال عملية التطبيع والجائزة الكبرى دائما كان يقول الأمريكان هي عملية التطبيع ونحن نعيد للذاكرة ما خططت له السعودية سابقا وقدمته من اقتراحات في مؤتمر القمة وأصبحت معتمدين عربيا ودوليا وهو ما سمي بالمبادرة العربية والتي كان نصها باختصار شديد البند الأول هو استعادة الأراضي المحتلة عام 67 وفي نفس الوقت حل مشكلة اللاجئين حل عادل إلى آخره طبعا هذا لا يقنعنا ولم نوافق عليه في ذلك الوقت والبند الثاني هو التطبيع يعني يتوج كل هذه المسيرة بالتطبيع أخيرا ولكن انتقلت إلى النقطة الأولى التطبيع ثم بعد ذلك نفكر ممكن يصير نقاش ممكن يكون مفاوضات ممكن كذا لكن أصبح البند الأول هو التطبيع وله معاني سياسية كبيرة وكبيرة جدا لذلك أنا أقول أن هذه الأساليب الإعلامية المتبعة سواء من قبل السعودية أو غيرها مر علينا كثير منها ولكن الحقائق غير ذلك السعودية هي التي تقود عملية التطبيع وهي التي تقود الانهيار الذي وصل إليه النظام العربي الرسمي وسنأتي يبدو بعد ذلك حول موضوع اليمن إلى آخرين صحيح لأننا نتحدث عن حدث كبير تزامن مع هذه الزيارة وحمل الكثير من الرسائل ولكن بما أنك أشارت ومررت نقطة ترتيب الإدارة الترامبية هذه المنطقة بخصوصا يعني فريدمن سفير الأمريكي بإسرائيل ديفيد فريدمن تحدث بمقابلاته مع صحيفة جريزلين بوست كلنا نتذكر أن السعوديين هم من ساهموا بشكل كبير بتوقيع اتفاقيات التطبيع ونصح بومبيو بن سلمان باختيار التوقيت المناسب لإعلان هذا التطبيع هل هذا هو التوقيت الآن المناسب لإعلان وكشف هذه العلاقات السرية إلى العلن ويمكن ليس اللقاء الأول سيد باركة ما بين نتنياهو أو بن سلمان وما المراد هي ورقة تريد السعودية استثمارة تقديمة إلى الرئاسة الأمريكية الجديدة إلى بايدن لتغيير نمط أو استراتيجية ورؤية تفكيره بالتعاطي مع المملكة العربية السعودية باعتقادي أن هذه ليست هدية لبايدن أنا لست من المتحمسين طبعا لبايدن هو كان نائبا لأوباما ورأينا من الذي أفضت إليه ثماني سنوات من رئاسة أوباما بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالنسبة لفلسطين لكن في اعتقادي أن هذا شكل من أشكال وضع المسامير أو وضع حقائق ناجزة على الأرض قبل دخول أوباما إلى البيت الأبيض وهذا ما يتعلق برأيي بثلاثة ملفات الملف الأول هو الاتفاق النووي مع إيران اتفاق الغرب مع إيران ومعروف أن بايدن متحيز لهذا الاتفاق ويريد أن يعيب سياغته وطبعا هو يحدث عن شروطه لكن هو بالمبدأ خلافا لترامب يريد عادة هذا الاتفاق ولذلك نتنياهو والسعودية متحفظان من هذا الاتفاق ويريدان أن يرسقا أوراقهما بالتنسيق مع اللوبيا الصهيوني في أمريكا من أجل استباق دخول بايدن إلى البيت الأبيض العمر الثاني هو إمكانية إعادة فتح ملف الخشوشي بايدن تصرح تصريحات في غاية الحدة ضد السعودية ضد بن سلمان في موضوع الخشوشي معروف أن هناك حقائق وقرائر موجودة في تركيا ومعروف أن بن سلمان متورد في هذا الموضوع ومعروف أيضا أن ترامب غطى عليه بالكامل وأعطاه تغذية طبعا مقابل ثمن الكل يعرفه الآن ثمن مالي وثمن سياسي منهما تفضل به سيادة اللواء المناضل أبو أحمد فؤاد في كل ما يتعلق في الإمارات والسودان والبحرين وفتح ملف الخشوشي إذا جرى ملاحقة بن سلمان في هذا الموضوع وجرى إلصاق الموضوع به فهو لا يستطيع أن يكون ملكا ملكا مطلوبا للعدالة أو مطلوبا للعدالة الدولية أو أي شكل من هذا الأشكال هذا أمر قد يشكل عليه خطرا كبيرا أمر الثالث باعتقادي أن هناك صراع في داخل المملكة أنا لا أشك أن هناك أطراف في المملكة العربية السعودية التي ما زالت متحيزة بشكل أو بآخر للمبادرة العربية التي اسمها الأصل المبادرة السعودية ونتنياهو وبن سلمان يريدان قلب المبادرة العربية من انسحاب وإقامة دولة وثم التطبيع إلى تطبيع بدون أي التزام آخر باعتقاب هذه الملفات هي التي ساهمت في وضع التوقيت الحالي للإعلان أو لإجراء اللقاء ومن ثم الإعلان أو تسريبه كما يجري الحديث يعني في تخوف هذا يدل على ارتباك لدى المملكة العربية السعودية وهذا ليس بالأمر الجديد هذا ما كشفته عن الصحف الأمريكية والغربية تحديدا سيد بركة عن كيفية العلاقة التي ستسود ما بين محمد بن سلمان وبايدن الإدارة الجديدة ولكن سيدة اللواء في نوع من المخطط الأساسي لدى هذا التحالف لأن صحيفة تايمز أوف إسرائيل تتحدث عن توالي هذه التقارير لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية أن بداية التطبيع الإمارات الإسرائيلي هو معني يمكن بشق علاقات أمنية تجارية وكذلك مع البحرين ولكن السعودية معنية بالتعاون العسكري والاستخباري وحضور يوسي كوهين يحمل الكثير من الدلالات هنا ما تأثير هذا التحالف على الرؤية المستقبلية إن كان لبايدن بالتعاطي مع ملفات المنطقة وعلى مسار الأحداث بسلسلة تهيئ البيئة الإقليمية الملائمة لتحالف يمكن من تغيير أفاق أو طموحات بايدن بكافية التعاطي ليس فقط مع إيران بل ذلك بالحرب اليمنية ممكن أنا مع احترام الشديد لرأي الرفيق العزيز أنا أقول نعم ما تفضل به صحيح ولكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة وهذه الولايات المتحدة التي ترتكب الجرائم دائما في كل العالم أصبحت الآن تعيش وضع داخلي بصراحة لا تحسن عليه مع أنه هي عدوتنا في كل الحالات وفي كل الظروب لكن لأول مرة نشاهد هذا المستوى من الانحطاط في كل شيء حتى بالعلاقات الداخلية فيما بينهم في المجتمع الأمريكي على كل حال لا أريد أن نعلق على هذا الموضوع كثيرا ولكن يجب أن نعرف أن الولايات المتحدة الإمبراطورية التي اجتاحت العالم بجرائمها وأيضا في نفس الوقت باختراعاتها وصناعاتها إلى آخر هذا لا ننفي أن هذه الإمبراطورية هي في طور التراجع إلى حد كبير إلا منقل التراجع الكبير على مختلف الصعود سواء كان الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو ما يسمى بالديمقراطية الأمريكية واضح تماما أنها بتراجع كبير وهذه الإمبراطورية ستصل إلى ما وصلت إليها إمبراطوريات سابقة وعامل الوقت هو الذي سيحدد فيما تفضل به أخي العزيز أنا أقول أن بايدن أو في زمن أوباما كمان عملوا مشاكل لا أولى ولا آخر واستهدفونا نحن كفلسطينيين ومحمر المقاومة وإيران في أكثر من حالي وفي أكثر من ضرف لكني أقول أن المسائل التي تم إشاعة أنهم سيعطوها اهتمام من نوع يعني موضوع الخاشقجي من نوع حقوق الإنسان بالسعودية هذه سيستخدموها للابتزاز لأن أيضا هذه الإدارة تريد أن تبتز الحقيقة وتأخذ فلوس السعودية إلى آخر هذه هي العقلية الأمريكية ولكن سيادة اللواء إذا كان عقلية الأمريكية ما الذي يكسبه السعودي بتقديم هذه الأوراق تحديدا بهذا التوقيت وفي تعاون استخبارات عسكري نحن أمام تحالف بتشكيل تحالفات تهدد استقرار وأمن المنطقة ونيوم لديها رمزية كبيرة مشروع الحلم بالنسبة لبن سلمان وكذلك لدي أهداف استراتيجية من مصالح إسرائيل بإقامة هذا المشروع وكلنا يمكن نعلم بالتبعات التي رحبت فيها الكثير من اللوبيات الصهيونية لهذا المشروع لما يحققه من مصلحة إسرائيلية في المنطقة أنا كنت الحقيقة بدأ أكمل لو سمحتي لي وأقول أن ما وصلت إليه الأمور تستدعي من السعودية على ضوء كل ما قامت به بالفترة السابقة لمصلحة إدارة ترامب تريد أن تقدم شيء في هذه اللحظة التي شهرين تقريبا بادي لمدة ترامب لكن بنفس الوقت تريد أن تقدم شيء لبايدن ومن هنا أنا أقول أن ما تقدم عليه السعودية الآن هي تقدر أن ما تقدمه ممكن أن يحسب بحسابات بايدن وإدارة الديمقراطيين في كل الأحوال أنا أقول بوضوح شديد أنني أستبعد أن يحصل حرب مع إيران لأن الظرف لا يسمح والمدة لا تسمح وموازين القوى لا تسمح وهناك إمكانية فعلا لترامب في مدة الشهرين المتبقيين أن يقوم باعتداءات مختلفة بشكل أو بآخر من نوع اعتداءات على محور المقاومة وفي نفس الوقت يتطاول أكثر على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وعلى حقوق الفلسطينيين هنا جوهر المسألة بالنسبة لشهرين المتبقيين كما أعتقد لترامب بدي يستكمل الجريمة على الفلسطينيين ويتطاول أكثر على الفلسطينيين ورغم أنه ليس مطروحا هذا الموضوع لكنني أقول أن ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية كان مضرا جدا جدا بكل المعاني وبكل المقاييس كي نبقى بإطار العنوين التي نطرحها الليل بالمسائية سيد أبو أحمد فؤاد تطرقت إلى نقطة مهمة بموازين القوى السعودية تخسر الكثير من هذه الأوراق خصوصا فيما يتعلق بالحرب اليمنية وفي أيضا هناك موازين تتراكم في التحالف الآخر ما قام به أو ما حققه الجيش اليمني في هذا الإنجاز الكبير اليوم بضرب النوعي لأرامبكو في جدة كذلك يحمل الكثير من الدلالات وهذا أيضا يصب بمصطحة القضية الفلسطينية الذي يؤكده هذا مواقف تؤكدها أنصار الله وهنا دعنا نتطرق سيادة اللواء وكذلك سيد بركة إلى ما قاله عضو المكتب السياسي اليوم لحركة أنصار الله اليمنية عبدالوهاب المحبشي إلى الميادين قال أن اليمن يعمل على تطوير الصاروخ الذي استهدف منشأة أرامبكو بجدة ليصل بالفترة المقبلة إلى مدى يمكنه من استهداف ميناء إيلات في فلسطين المحتلة بالنسبة للاستهداف مدينة جدة فنحن نعتقد بأن هذا الصاروخ هو صاروخ مجهز لإيلات وليس لجدة في الحقيقة ولكن طالما أن المعتدي السعودي يباشر اعتداءه علينا في اليمن بشكل مستمر وخانق فنحن مضطرون لمواجهة هذا الاعتداء ولإجبار السعودي على وقف اعتدائه على اليمن وفك حصاره عن اليمن وإلا فإن الصاروخ بإذن الله سوف يستمر تطويره وتجريبه حتى نستطيع أن نصل إلى العمق الفلسطيني فنستهدف قوى العدو الصهيوني على الأرض الفلسطينية المباركة أما في المواقف وردود الأفعال الفلسطينية فقد قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار للميادين أن زيارة نتنياهو إلى السعودية هدفها إثبات حسن العلاقات بين تل أبيب والرياض وفي حديثه قال الزهار أن الصاروخ اليمني على شركة أرامكو هو أبلغ رد على نهج التطبيح بالتأكيد ليس مما يسعد نتنياهو أن يكون زيارته متزامنة مع هذا الصاروخ الذي خرج من منطقة ترفض الكيان الإسرائيلي ولا تعترف بالوجود الإسرائيلي شرعا وتؤيد برنامج المقامة الفلسطينية لطرد هذا الاحتلال من هذه الأرض بالتالي الحقيقة الربط بين أداء من أدوات المقامة وبين زيارة نتنياهو هي ورط في غاية الأهمية لأنه إذا أراد نتنياهو ومن يتحالف معه من العرب أن يقول أننا وصلنا إلى مرحلة الزيارات والتعاون الأمني وكما يصفه بعض الناس الفلسطينيين المتعاونين لأنه تعاون أمني مقدس هناك من يقول له أن أدوات المقاومة لا تزال قائمة وإن كانت لم تخرج من غزة فيتخرج من صدور المسلمين المؤمنين في معركة وعد الآخرة سواء كانوا في اليمن أو في غيرها سيد بارك ما هي الرسالة التي أرادت إصالها من خلال هذا الصاروق بداية بالتسمية قدس 2 وكذلك حينما يقول سيد المحبش عضو مكتب السياسي لحركة أنصار الله أنه نعمل على تطوير الصاروخ هذا الذي استهدف آرامكو في جدة ليصل إلى مدى يمكن استهداف ميناء إلات في فلسطين المحتلة هنا نتحدث عن رسائل تتعدى ساحات الحرب مع التحالف السعودي بل تصل إلى الحليف الذي بات بالنسبة له تل أبيب وما مدى تحقيق ذلك يمكن في المستقبل في ظل موازين القوى العسكرية الحاصلة لا شك أن السعودية تنفذ مشروعا أمريكيا إمبرياليا في اليمن وفي المنطقة عموما وهذا المشروع متساوق بالكامل مع إسرائيل لذلك يعني موضوع السعودية وإيلات هذه تكاد تكون نفس الجدل إطلاق الصاروخ لا شك أنه يغير في الموازين الاستراتيجية الإقليمية هناك ما هو معروف عن ما تملكه إيران هناك ما هو معروف عن ما هو موجود بيد حزب الله في لبنان والآن جاءت هذه المعلومات عن إطلاق صاروخ قدس 2 إلى جدة ومن يعرف الخريطة جيدا يعرف أن المسافة ليست بعيدة بين جدة على طول البحر الأحمر وبين إيلات أو مرشراش القرية الفلسطينية التي هجرت عن 48 فلا شك أن هذا تغيير في موازين قوى استراتيجية يجب أن تحسب حسابها ليس فقط للسعودية بكونها المتضرر إنما يجب أن تحسب حسابها إسرائيل أعتقد أن هذا الأمر يغير الكثير من المسلمات الموجودة في المنطقة وأنا لا أعتقد أن لا أريد المغلاوة أقول أن مثل هذه الصواريخ ستحسم موازين القوى لكن هي تغيير نوعي بدون أدنى شك في ظل الترسانة العسكرية الموجودة في إسرائيل والترسانة العسكرية الموجودة في السعودية في اعتقادي أن هذا لا يحسم إنما يغير موازين والأمور أعتقد أنها مرتبطة ببعضها البعض وهي بالتالي ستنعكس على قضية فلسطين وكما تفضلت التسمية هي ليست اعتباطية وليست صدفة إنما هذه التسمية قدس 2 هي إشارة إلى أن القضية الفلسطينية كانت ونازالت مركز الصراع في المنطقة وهي القضية الأساسية وكل محاولة من قبل أمريكا وحلفائها في المنطقة السعودية ودول الخليج لتصوير الصراع في المنطقة وكانه صراع سن شيعي وصراع دول الخليج أو السعودية مع إيران هذا كلام منافي لمصالح شعوب المنطقة لمصالح الأمة الإسلامية والشعوب العربية بالكامل يعني بدل أن تقوم السعودية بتحسين علاقاتها مع إسرائيل من أجل مواجهة الخطر إلى إيراني يجدر بها أن تحسن علاقاتها مع إيران من أجل أن تواجه الخطر الصهيوني الإسرائيلي على فلسطين وعلى الأمة العربية وهذا التسلل وهذا التسرب الصهيوني في كثير من العواصم الأمة العربية ويتحدثون عن دول أخرى تدخل في حسابة هذا الموضوع أنا في اعتقادي لست متأكدا أن الصاروخ أطلق تزامنا مع زيارة نتنياهو لكن المصادفة وإن كانت مصادفة هي ذات دلالة بالغة جدا في كل ما يتعلق في المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها النظام السعودي في المنطقة بالاعتماد بالشكل الكامل والكل على تحالفه مع إسرائيل ومع أمريكا طبعا زيارة نتنياهو اليوم أو اللقاء من ابن سلمان وبين نتنياهو هي أيضا إشارة إلى اللوبي الصهيوني في أمريكا معروف أن نتنياهو ليس على العلاقة أفضل ما يكون مع اللوبي الصهيوني الأمريكاني لكن هذا اللوبي محكوم للمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية في كل الأحوال ومع أي حكومة في إسرائيل سواء رضي عنها أو لم يرضى عنها إذلك الأمور متشابكة ومترابطة بشكل وثيق في كل محاور الحراك في المنطقة كلها سلسلة هذه الحلقات وهذه الأحداث لا يمكن فصلة عن بعض البعض يعني نفهم من هذا الكلام سيد بركة وليس في يمكن الأبعاد الاستراتيجية لما يجري في المنطقة من باب الصدفة يعني سيادة اللواء صنعاء أرادت أن تمرر الكثير من الرسائل بدءا كما قال سيد بركة من تسمية هذا الصاروخ المجنح الذي يستهدف جدة أيضا بالتوقيت ودلالة زيارة بن يمين نتنياهو حتى يمكن مصادر الميادين تقول أن محور المقاومة كان على بعد كشفه لهذه الزيارة لبن يمين نتنياهو إلى السعودية كان هناك واضح قرار بأنه غير منكفئ ورسالة تصل إلى السعودية وكذلك إلى هذا التحالف الإسرائيلي الأمريكي الخليجي هل يفهم هكذا بالدلالات والتوقيت بالنسبة للقرار الذي تخذ اليمني الذي هو جزء من هذا المحور أو رسالة تحذيرية إذا أمكن القول من الثوابت بالنسبة لنا وبالنسبة لمحور المقاومة أن الشعب اليمني هو في حالة الدفاع عن النفس وهو معتدى عليه من دول عديدة جدا ليس لها دخل حتى بالمنطقة بشكل عام وبدعم إسناد أمريكي واضح وتدخل إسرائيلي مباشر أو غير مباشر إذن الشعب اليمني الشقيق هو في حالة الدفاع عن النفس ومن حقه أن يستخدم كافة الإمكانيات والأساليب التي تردع العدوان وهذا يجوز له ويجوز لنا ويجوز لكل محور المقاومة في نفس الوقت الشعب اليمني الشقيق حقق إنجازات على الأرض ونحن نسمع يوميا وحتى من خلال الميادين ماذا حقق في المأرب وهو على طريق إنجاز تحرير كامل للمأرب وهذا موضوع له معنى كبير بمعنى أن الطرف الآخر عم يتساقط الحقيقة أمام هجمات هذا الشعب العظيم وهذا الشعب المقاوم إذن هذه هي أحد الرسائل الأساسية التي جرت على الأرض اليمنية ثم بعد ذلك الشعب اليمني الشقيق يدفع ثمن مواقفه من فلسطين ليس هناك مثل اليمن من يرفع باستمرار الموت لإسرائيل الموت لأمريكا فهو يدفع ثمن مقاومته الحقيقة للولايات المتحدة وللعدو الصهيوني وهذه أحد ثوابت الشعب اليمني الشقيق والمقاومة اليمنية لذلك أنا أقول أن مثل هذه الرسائل المقاومة اليمنية قادرة عليها يوميا ولكنها تحسبها أيضا بالعسكرية وبالسياسية يعني هم قادرين أن يوجهوا ضربات للإمارات ولغيرها إلى آخره ولكن كل المسائل عندهم محسوبة على قاعدة أن هناك إمكانية لتوفير دم ولتوفير جهود وتذهب الأمور بالاتجاه الصحيح بمعنى أنه لا بد بالأخير من الوصول إلى استقرار واستقلال اليمن وسقوط كل هذه المؤامرات لذلك نحن من جانبنا ومحور المقاومة كله نؤيد الحقيقة هذه الفعاليات النضالية وهذه المقاومة الباسلة ونتوقع الحقيقة في الفترة القريبة القادمة أن يتغير شيء في الميدان وأن تتراجع هجمات هذا العدوان وذلك من خلال إمكانيات المقاومة وإمكانيات الشعب اليمني الشقيق ولديه أكثر من هذا الصاروخ تطورا وفعالية تتراجع إلى حد إعلان الهزيمة سيئدت لوعدنا عن المقاطعة تتراجع إلى أي حد إعلان الهزيمة لمحمد بن سلمان هل يرضى بذلك وبتسليم كل ما حاول أن يقدمه بكل الإمكانات والأسلحة التي استخدمها واستفادت منها كانت الهدية الأكبر للإدارة الترامبية بالسنوات الماضية الست نعم هو ما في شك ترامب دعم ولكن كل الدعم وكل الإمكانيات التي قدمها أخذ ثمنها وكلنا نعرف المبالغ الكبيرة التي أخذها والابتزاز الذي جرى على السعودية وغيرها من قبل ترامب وإدارة ترامب والتهديدات التي قالها بشكل واضح وعبر شاشات التلفزيون إذا لم تدفعوا لن تستطيعوا أن تستمروا بالحكم أسبوعين وكانت هذه الأشياء مباشرة وهي بشكل أو بآخر يعني معروفة لدى الجميع لذلك أنا أقول أن ترامب لا يستطيع خلال الشهرين القادمين أن ينجز ما وعد به سواء لا ولي العهد أو غيره لأن على الأرض الأمور تغيرت وبالأكس يعني الشعب اليمني يحقق إنجازات وانتصارات في الأخير أنا أقول أن بايدن ربما والديمقراطي ربما تكون نظرة لهذا الموضوع وللموضوع الإيراني مختلفة بحدود بسيطة وليس بشكل نوعي كما أعتقد ولكن يمكن أشرت إلى المطامع الأمريكية وتتوالى اليوم التقارير بالنسبة لهذه القوى اليمنية الأهداف العسكرية وكذلك الأمنية بالنسبة لإسرائيل في الداخل اليمني وهنا نتحدث عن قواعد عسكرية يتم زيارات إماراتية سعودية وكذلك مشتركة مع إسرائيل في سقطرة لبناء هذه القواعد ومحاصرة خصوم هذا تحالف الحرب الذي يبنى وأشارت أيضا سيادة لواء إلى تطورات مهمة في الثمانية والأربعين الساعة يعني ما يحققه الجيش اليمني نتحدث عن إنجاز مكشوف لم يعلن عنه رسميا السيطرة على معسكر ماسل استراتيجي وهذا يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤل وأيضا بالمقابل عن حدث غير مكشوف ولكن تم الإعلان عنه مباشرة حينما تم استهداف محطة أرامكو بعيدة زيارة نتنياهو إلى السعودية وكذلك هذا يحمل الكثير من الدلالات هذا ما سنبحثه أيضا معك سيادة لواء وكذلك سيدة بركة ولكن اسمحوا لنا وجهدين الكرام أن نضبع إلى فاصل قصير من بعده نعود لإستكمال المسائية لا تذهبوا بعيدا لو سمحتوا من جديد أهلا بكم في المسائية قال المتحدث باسمي عنصار الله محمد عبد السلام إن الدول المعتدية على اليمن والمحاصرة لشعبه تتجه لتصبح منخريطة كليا وبشكل رسمي ومعلن في المشروع الصهيوني إن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو للسعودية تمهيد للتطبيع الكامل بعد تصريحات مسؤولين سعوديين أنهم يرحبون بخطوات التطبيع السعودية والإمارات والبحرين والسودان هي ذاتها الدول التي تضع إمكاناتها العسكرية والمادية في الحرب المفتوحة على الشعب اليمني عبد السلام أكد أن العدوان على اليمن هو عدوان أمريكي إسرائيلي بتنفيذ مشترك مع أدوات عملية وخاضعة لتحقيق رغبات أعداء الأمة وتوجه إلى المسؤولين السعوديين مشيرا إلى أنهم هم من يحاولوا إقناع شعوب المنطقة بأنهم يحمون مقدسات الأمة ويحافظون على كرمتها عبد السلام رأى أنه بدلا من أن تكون قبلة المسلمين مكة المكرمة ومدينة الرسول المدينة المنورة أصبح من يحكم هذه المقدسات محورا ومنطلقا للمؤامرات ضد الإسلام والمسلم كذلك سنتوقف مشاهدين الكرام عند ردود واستكمال ردود الأفعال الفلسطينية تحديدا مقاله الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب للميادين حيث حذر من تداعيات زيارة تتنياهو إلى السعودية لجهة تشكيل تحالفات ضد استقرار المنطقة وأمنها وقال شهاب أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتل أبيب حريصتان على إنهاء الملفات في المنطقة لصالح المشروع الإسرائيلي ترامب يريد أن ينهي العديد من الملفات قبل أن يغادر البيت الأبيض هذه الملفات في نتيجتها تصد في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي هناك تحالفات تتشكل في المنطقة بين العدو الإسرائيلي وبعض الأنظمة والحكومات في العالم العربي وتحديدا في المنطقة الخليج هذه التحالفات لن تكون أبدا في مصلحة شعوب الأمة سيد بركة امتلاقا من الإنجازات التي تتحقق لا يمكن إغفالها بقراءة عسكرية ميدانية بالقدرات التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وأكبر من أكثر الدول تسليحا وهذا باعتراف وبإقرار من قبل الدول الغربية العظمى رغم أن هناك انتعاض بحضر الأسلحة من قبل الدول الغربية التي أثارت انتعاض السعودية وهناك يمكن قرار مشابه قد تتخذها إدارة بايدن ولكن حينما نتحدث عن هذه القدرات بالنسبة للجيش اليمني عن هذه الإنجازات النوعية التي منها يتم الإعلان عنها ومنها يتم التمهل مثل السيطرة على تحديدا معسكر ماسا الاستراتيجي هذا ما يضيف إلى تراكم أو بتغيير موازين القوى الحالية وما الذي يخسر السعودية بالنسبة لمستقبل محمد بن سلمان وبتعاطيه مع الحرب اليمنية في الوقت القريب حقيقة من أجل الإجابة على هذا السؤال أو التساؤل يجب أن تسأل لماذا اليمن؟ لماذا اليمن؟ لماذا صد كل هذه الحمم وهذا الحكم وهذا العدوان على هذا البلد الصغير البلد العظيم تاريخا وشعبا أولا هم يريدون أن يغيروا موقف اليمن المؤيد والمناصر لفلسطين على طول الخط يعني بغض النظر من حكم في اليمن دائما كان هناك تكامل مع فلسطين ومع قضيتها ومع شعبها الأمر الآخر هو موقع اليمن الجغرافي ولذلك هذا الأمر يشي بحقيقة الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في هذه المنطقة التي هي تشكل مدخلا للبحر الأحمر وتشكل منصة إلى أفريقيا من جيبوتي وغيرها وفي اعتقادي أن هذا هو الأساس الموقف من فلسطين والموقع الاستراتيجي لليمن هم الأساس الاستهداف وإلا ما للإمارات ولليمن شبة من اليمن ما للسعودية ولليمن هذه الأنظمة هي فعلا أدوات هي فعلا أدوات تحالفها مع أمريكا ومع إسرائيل هو ليس من أجل مصالح الشعب العربي في السعودية في نجد والحجاب وليس مع مصالح الشعب العربي في الإمارات أو البحرين إنما هي علاقات من أجل حماية الأنظمة وليس حماية الأمة وهم مستعدون أن يقدموا كل شيء من أجل ذلك لذلك أي تغيير في موازين القوة في غير صالح الإمبريالية الأمريكية وفي غير صالح إسرائيل وأدواتها في المنطقة هو لا شك أنه يشكل أمرا نوعيا من أجل إحباط المخططات التي يعقدون الأمل عليها اتفاقيات التطبيع كانت بخدمة هذه الأهداف خصوصا أن إسرائيل تستهدف الوصول للسيطرة على المضائق البحرية الأهم بالمنطقة ما يعزز هذا من تمدد نفوذ العسكري وبمواجهة من تعتبره الخطر الأهم وكذلك بالنسبة للخليج اليوم هي إيران صحيح بدون أدنى شك يعني إذا صح التعبير نحن لا نتحدث ليس عن المحيط العربي وليس عن الخليج العربي إنما نحن نتحدث عن بحر النفط في هذه المنطقة الذي يريدون محاصرته من كل الجهات يريدون أن يكون المدخل الجنوبي على إسرائيل من خلال المحر الأحمر ومضاء اقتراب وكل هذه المنطقة تكون تحت سيطرة مطلقة لأمريكا وأعوانها والإسرائيل وأعوانها لذلك الخارطة الجيوسياسية واضحة تماما بالنسبة لأهداف هذا العدوان طبعا بالإضافة إلى الموقف العظيم لليمن والشعب اليمني في نصر الطبيعة فلسطين السيطرة سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد على هذا الممر اللمائي الاستراتيجي بقراءة هذه الخريطة كما ذكر سيد باركة للملاحة الدولية لتسهيل أيضا مهمة المراقبة التدخل العسكري محاصرة إيران بالنسبة لإسرائيل وليس خافيا التقارير التي تتحدث عن بناء القواعد الاستخبارية العسكرية تحديدا في جزيرة سقطرة وهذا يعزز يمكن أو خلفيات نفهم الاتفاقيات التطبيعية التي تقيمها إسرائيل مع الإمارات والسعودية ولكن ما الذي تجنيه هذه الدول في ظل موازين قوى اليوم عسكرية تحددها هذه الدولة بإمكانياتها البسيطة والحاجة يمكن أم الاختراع وهذا ما أثبته العقل اليمني بميزان القوى العسكري وكذلك الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية نضيف على ذلك موضوع ما سمي بمشروع نيوم وهذه المدينة التي جرى عنها الحديث وهي الآن صارت محطة يستفيد منها العدو ويستفيد منها الكيان الصهيوني بدون أي تفاصيل أما فيما يتعلق بطبيعة العلاقات في هذه الفترة ما بين هذه الأنظمة الرسمية العربية والكيان الصهيوني هي فعلا نوعية بكل المعاني بمعنى أن هذا الكيان هو جزء من المنطقة وطبعا حسب تقديرنا نحن أن الكيان يطبق شعار من النيل إلى الفرات بمعنى أن نحن نأخذها بكل المنطقة هذه على قاعدة أنها تقع تحت سيادتنا وسيطرتنا الاقتصادية والعسكرية والأمنية إلى آخره وليس وجود الجند الإسرائيلي هنا أو هناك في هذا البلد أما فيما يتعلق بالاتفاقيات هي اتفاقيات أمنية عسكرية اقتصادية تجارية بكل المعاني بكل المعاني إذن نحن أمام تحالف بمفهوم تحالف ممكن أن نجد فعلا اشتراك بمناورات ممكن أن نجد اشتراك بعمليات عسكرية ضدنا وضد آخرين إلى آخره وممكن الحقيقة أن نجد هناك مواقع عسكرية مشتركة في داخل فلسطين ضد الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني لم يعد هناك أي محرمات أو ممنوعات مدام أن هذا يسمى تحالف وليس تطبيع بالشكل السابق الذي نرفض أيضا إذن نحن أمام مستجد بالتفاصيل ونحن أيضا يجب أن نقول بوضوح ما يقول الآخرين وبذات الإدارات الأمريكية ومن ضمنها إدارة بايدن الموعودة عندما طرح موضوع بيع F-35 للإمارات الذي اعترض الديمقراطي اعترض الديمقراطي بالكونغرس وهل يجب أن نعطيهم هذه الطائرات لأنه هذه ممكن أن تشكل ضرر الإسرائيل إذن هذه الثوابت هي أن إسرائيل أولا وثانيا وثالثا وكل هذا النظام الرسمي العربي فقط يستفاد منه ومن خيراته وإلى آخر الأمر الآخر أن هذه الأنظمة ليس لديها قرار مستقل وليس لديها مرجعية من شعبها وليس لديها ديمقراطية بالتالي تعين أو تترد بقرار أمريكي هذا هو الموضوع الحقيقي وهذا هو صلب الموضوع لو في حرية رأي وديمقراطية حقيقية وانتخابات وتداول السلطة إلى آخره إلى آخره ما بصير وضع الأم هيك ولا وضع هذا العربي الوضع العربي هنا أو هناك إلى ذلك بهذا الشكل الذي لم نكن نتوقع في يوم من الأيام نحن الذين خذنا تجربة بحدود معينة لها إيجابياتها ولها تلبياتها لن أخذ بتفاصيل الهيكلة هذه الأنظمة بالداخل سيادة اللواء ولكن تتحدث عن يمكن تدخل إسرائيلي يغير مسار المعركة اليوم هل إسرائيل التي لم تستطع أن تحمي مستوطناتها ويعني ما أطلق الصاروخ الأخير من الجهاد الإسلامي إلى عسقلان وقالت عن طريق الخطأ والقبة الحديدية فشلت بالتصدي له أو بإسقاطه هل قادر على تأمين الحماية لهذه الدول وهل يبرر لها بأنها تريد حامل أو حماية أمنها من خلال التحالف مع إسرائيل وأمريكا بوجه إيران لا مؤكد نعم من الشيء التي تفضلت فيه حضرتك يعني محور المقاومة والذي يمنع الكيان الصهيون من الاعتداءات سواء على غزة أو على لبنان أو على سوريا أو كذا وكذا هو فعلا المقاومة وإمكانيات المقاومة يعني العامل الذاتي لدى فصائل المقاومة لدى محور المقاومة هو العامل الرئيسي الذي يمنع هذا العدو من أن يجول ويصول كما كان سابقا بالنسبة سواء للبنان أو سوريا أو غزة أو إلى آخره هذا نعم هو العامل الرئيسي وكما تفضلت حضرتك بكل التجربة التي أطلنا عليها خلال الفترة السابقة هذا هو صمام الأمان وهذا هو عامل النصر الإمكانيات المتوفرة لدى المقاومة من ضمنها المقاومة الفلسطينية إمكانيات كبيرة تردع وتمنع أيضا عندما نخوض حرب أو نرد على عدوان إلى آخره الإمكانيات المتوفرة تجعل هذا العدو يفكر عشرين مرة قبل أن يقوم بأي عمل عدواني المقاومة ومحور المقاومة بحالة صعود رغم كل الصعوبات اللي عمانة بنشوفها سواء باليمن أو الجزء المقاومة بالعراق أو في لبنان أو سوريا وتغلبها على هذه الجرائم والصعوبات إلى آخره إلى آخره وهزيمة الأمريكان وغيرهم الحقيقة في مناطق الشمال إلى آخره لذلك أنا أقول نعم هذا هو العامل المطمئن أن محور المقاومة بحالة صعود وليس بحالة تراجع أما الآخرين فهم في حالة تراجع شاءوا أم أبو شكرا جزيلا لك سيد لواء أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كنت معنا من العاصمة السورية دمشق الشكر موصول لك سيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل كنت معنا من شافة عمر بأراضينا في فلسطين المحتلة شكرا جزيلا لكم ودائما مشاهدين الأكرم للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر ممكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية المسائية انتهت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر